اكد سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان اعتزاز جلالة الملك المفدى وفخر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الامامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لبدل المزيد من الجهود والمواصلة في العطاء بنفس الوتيرة وقال الوزير ان الجهود التي بدلها ويبدلها منتسب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المشاركين في التصدي للجائحة تنمو عن تفاني واخلاص في العمل وحس وطني عالي بالمسؤولية مؤكدا ان الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل مزيدا من الجهود الوصول للنجاحات المنشودة ومزيدا من العمل والمتابرة وفق منهجية وخطط مدروسة جاء ذلك لدى تسليم وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسام الأمير سلمان بن حمد للإستحقاق الطبي للكوادر الوطنية لعدد من منتسبية الوزارة تنفيذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعملين في الصفوف الأمامية وقد هنى الوزير الزياني الحاصلين على وسام الأمير سلمان بن حمد للإستحقاق الطبي مواربا عن شكر وتقديره لهم على ما قدموه من جهود مضيفا أن هذا التكريم لموظفي الوزارة هو شرف عظيم مؤكدا اعتزاز الوزارة بكفاءتها ومنتسبيها متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومزيدا من العمل الدعوب لما فيه مصلحة الوطني والمواطنين من جانب عرباء منتسبو الوزارة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للإستحقاق الطبي عن بلغ الفخر بهذا التكريم السامي مؤكدين أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز كما يعد حافزا لمواصلة العمل بذات العزم لخدمة الوطن